مساء الخير سيدي شكرا لك على محاضرة الهدف من الحياة التي ألقيت اليوم وقد أعطيتنا صوراً وآيات من القرآن في الصورة رقم 17 الآية 88 قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لكن كتاب تاريخ الطبري المجلد السادس صفحة 107 كتاب ابن إصحاق الطبقات الكبيرة المجلد الأول الجزءان الأول والثاني صفحة 236 و239 ابن هشام سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صفحة 165 كل هذه الكتب تقول أن محمد قد أوحى إليه الشيطان وتكلم عن ثلاثة آلهة اللات والعزة ومنات قائلاً بأنه يجب طلب شفاعتهنها لاحقاً بعد بعض الوقت طلق وحي إضافي من الملك جبريل وهو أن تلك الآيات لم تكن من الله بل كانت موحاتاً من الشيطان سؤالي هو أن هذه الحادثة لها عدة آثار تحدى القرآن أن تأتوا بصورة مثله في السورة 17 الآية 88 وفي الحقيقة قد قبل بهذه الآيات الشيطانية في عهد محمد صحيح؟ والذي يأخذنا إلى استنتاج أن باقي القرآن هل هو من عند الله أيضاً؟ أخي ما اسمك؟ أنا داني أنا طالب أدرس الكتاب المقدس الأخ داني سأل سؤالاً جيداً جداً وقد اقتبس من سورة الإسراء الصورة 17 الآية 88 والتي تقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله هذا أيضاً تكرر في سورة طور الصورة 52 الآية 34 فقط لساعدك وسأعطيك مصادر أكثر لكنه قال مقتبساً من التبري وإلخ معظم كتب أخرى أن هذه الآية من القرآن كانت من الشيطان ربما أنت كرأتها خطأ فقد كان ادعاء حيث قال الناس أن كلمات القرآن هذا من الشيطان وعلى الفور نزل الوحي في سورة الواقع رقم 56 الآيات من 77 إلى 80 حيث تقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الكتاب محروص جيداً بواسطة رب العالمين هذه الآية أتت لتقول أنه لا أحد يستطيع أن يمس القرآن في اللوح المحفوظ إلا المطهرين وهم الملائكة الأنقية ذلك لتوضيح أن الشيطان لا يمكنه الاقتراب من القرآن بأي طريق لكن ذلك كان ادعاء فيما بعد من المشركين في مكة على رسول أن ذلك كان كلام الشيطان ورداً على ذلك هناك آيات عديدة القرآن يقول في سورة النساء رقم 4 الآية 82 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً بالإضافة إلى ذلك رجاءً دعني أرد أخي رجاءً بالإضافة إلى ذلك ما ذكرته أنت أن الله يعطي تحدي وهو إذا قلت أنه من الشيطان في سورة الرقم 52 الآية 34 وفي سورة الإسراء رقم 17 كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ثم جعل الله التحدي أسهل يقول الله في سورة هود رقم 11 الآية 13 أنا أعطيك مواد أكثر لتهاجم بها الله يقول في سورة هود الآية 13 أم يقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ثم جعل الله التحدي أسهل أخي هل تريد سمع الإجابة أم لا نعم أكمل من فضلك آسف من فضلك أكمل حدث خطأ كنت أريد أن أضيف من فضلك أكمل سيدي لاحقاً سأضيف أخي أخي هذا ليس وقت مناظرة لا سيدي هذا وقت سؤال وجواب عندما تنتهي من سؤالك يكون سؤالك قد انتهى الآن استمع إلى إجابتي لأن إضافتها أثناء إجابتك تمكنني من الفهم بسهولة إذن لما لم تضفها من البداية لأنك الآن قلت شيئاً فعلي أن أضيفها إذن اذهب خلف الطبر ثم أضفها لا مشكلة اذهب خلف طبر الانتظار يجب أن تعطى أنا أساعدك حسناً معذر سيدي من فضلك أكمل علاوة على ذلك الله جعل التحدي أسهل بكثير يقول الله في سورة يونس السورة العاشرة الآية رقم ثمانية وثلاثين أم يقولون افتراقوا فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ثم جعل الله التحدي أسهل أكثر فأكثر في سورة البقرة السورة الثانية يقول الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أي يقول الله أنه إذا كنتم تشكون في القرآن الكريم فأتوا بسورة واحدة فقط تشبه القرآن الكريم وادعوا ما شئتم من مثله ليس بالضبط بل تشبهه نوعاً ما وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أي ادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين إن كنتم تستطيعون أن تفعلوا ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك ولن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك فاتقوا النار خافوا من النار التي أعدت للكافرين التي وقودها الناس والحجارة هذا تحدي إنه تحدي قائم كثير من الناس حاولوا أن يقدموا صورة تشبه القرآن لكنهم فشلوا على نحو بائس جداً فلغة القرآن إلهية ونقية جداً لا يعني كلامي أن الناس لم يحاولوا حين نزل القرآن كانت اللغة العربية هي اللغة الأم العرب كانوا فخورين بلغتهم قال الله بلغتكم أنزلتوا القرآن حاولوا أن تأتوا بصورة واحدة من مثله ليست مماثلة بالضبط بل مثله فقط تشبهه فقط وبعض الصور من القرآن هناك صورة ثلاث آيات فقط بالكاد عشرة كلمات فقط كثيراً من الناس جربوا ففشلوا على نحو بائس فإن كنت تعتقد أن هذا القرآن وحي من أي أحد غير الله فحاول أنت إنه تحدي لا أحد فعلى ذلك ولا أنت يمكنك فعلها أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تعلمت في مدرسة من مدارس المجتمع النصراني وبفضل الله وبحمده دائماً ما كنت من أوائل الطلبة ولكنني كنت متلعثماً كنت أتردد في نطق الكلمات دائماً لو سألني أحدهم اسمك كنت أجيب اسمي ذا 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 ذاكر الشخص الذي غير حياتي كان الشيخ أحمد ديدات رحمه الله كان عالماً مسلماً في الإنجيل المسيحي وكان متخصصاً في مقارنة الأديان لقد غيرني من طبيب للجسد إلى طبيب للروح الحمد لله دائماً ما كان والدي يدعماني خلال حياتي وأنشطة الدعوية كانت والدتي تريد مني أن أكون مثل الدكتور كريس بيرناد الذي قام بأول عملية ناجحة لزراعة قلب إنسان لاحقاً عندما سألتها عما